النهاردة طبعاً وإحنا بنبدأ الحلقة كده وقبل ما نبدأ بدقائي كنا بنحتفل مع كتير من المصريين مع ملايين من المصريين بفوز النادي الأهلي وكمان بنساند وبنشجع وبنطمن كتير وملايين من المصريين الزمالكوية على كل حال مباراة الأهلي والزمالك المقامة النهاردة في الإمارات واحدة من الحاجات اللي بعد كمان فعاليات العلاقات المصرية الإماراتية مبهجة وجميلة وتوقيتها كده في نهاية الأسبوع كان جميل بالنسبة لنا كله لكن أبداً مبتدي أتكلم مع حضرتكم النهاردة في موضوع الحلقة لأن الأسبوع الحقيقة فيه من المعلومات والأخبار والتفاصيل أكتر بكتير من أني أقدر أقول لحضرتك يوم جمعة لطيف خفيف كده علينا لا كان أسبوع ثقيل مليء بالأخبار ومليء كمان بالمعلومات لكن الحقيقة بقى أنه من كتر ما كان مليان بالأخبار ومليان بالمعلومات دنيا تخبطت عندنا شوي عارفين نفسي أشبهها بأنه مثلاً يعني لما تروح لدكتور وتقول له أو دكتور مثلاً يقول لك أنت عندك كذا يعمل التشخيص المصبوط ولك عندك كذا والعلاج أنك هتاخد كذا العلاج ده بقى ممكن يبقى معجبكش بالمنظمة ممكن يبقى تقيل ممكن يبقى حقن فأنت ترد عليه وتقول له لا بس أنا دورت على جوجل وبنوصبه كل الدك هادرة بيداهم الحكاية دي قوي دورت على جوجل ولقيت أنه ممكن أخد علاج كذا ينفع أنك تتناقش مع الطبيب في طريقة العلاج جداً وينفع تقول له لا أنا مش بحب الحقن ما ينفعش أخد أي طريقة تانية فحش أخد الدواء ده أقراس فيقول لك توه آه في بديل أقراس لكن هتتحمل لو أخدت أقراس هتاخد وقت أطول تشبيه مش عارفة قريب ولا بعيد بس تقريباً ممكن يوضح لنا حجم أو حاجة جزء كبير جداً من لخبطة اللي حصلة عندنا ما بين المعلومة والخبر في مثل الدكتور ده مثلاً اللي عند الدكتور ده المعلومة العلم اليقين اللي أنا بشارك به وبقوله وبناقش فيه الدكتور هو الرأي في فرق كبير جداً بين المعلومة والرأي وبين المعلومة والخبر ينفع أقول كده إن المعلومة هو أو هي يقين يقين مبني على بحث علمي ومذكرة وفاهمة حقيقي لأبعاد الموضوع دي معلومة لكن الخبر الأصل فيه إنه بتغير والأصل فيه إنه مجرد عنوان صغير لحقاية كتير جداً معرفهاش عشان كده لما يبقى حواليك كتير جداً من المعلومات وكتير جداً من الأخبار اوعى تكون رأي مبني على أخبار أرجوكم نص الحقيقة كده ولما بنكون قراء وحتى نسخن كده في مواضيع وننفعل فيها ونغضب بناء على مجرد خبر أو مجرد رأي ده خطأ شائع كبير جداً عشان كده بأعتقد إنه جزء مهم جداً من واجبنا إحنا كمواطنين في الفترة دي كل ما تزيد عندك المعلومات وتزيد القراء والأخبار إنك تدور على المعلومة وتعرف تميز ما بين المعلومة والخبر ترجمة نانسي قنقر